موسيقى إذن إخواني الكرام أنه الأمر الآن وصلنا إلى واحدة درجة الآن مع الكوفيد 19 الجزائرين عايشين كابوس حقيقي الجزائر مغلقة حدودها هاهم جابوا لقاح سبوتنيك هذا جابوا كمية دفعة أولى المعطيات التي تحدث عنها الأطباء لازم تلقيح ما بين 60 إلى 70% من الشعب ليصلوا إلى درجة المناعة معناها يجب تلقيح 60 إلى 70% إذا قلنا 60% معناها 27 مليون جزائر لازم تلقيحهم معناها 54 مليون جرعة لازم تستورد الجزائر هاي استوردت هناك اللي تحدث على 50 ألف هناك من اللي تحدث على 500 ألف ماذا؟ إذا كان كل شهر جيب 500 ألف تحتاج إلى عامين وثلاثة شهر باش تجيب 27 مليون يعني تقعد في هذه باش توصل إلى هذه الدرجة معناها رح تغلق حدود هناك يجري الحديث على تصنيع سبوتنيك هذا الروسي في الجزائر هذه خطوة جيدة نتمنى أنها تكون ناجحة ما تكون فقط للاستهلاك الإعلام والدعاية الإعلامية في هذه الظروف اللي هناك حديث طويل حول عودة الحراك الشعبي في 22 فيفرية 2021 بل أن هناك مدن خرجت للتظاهر ما حدث في الأغواط وما حدث في مدن أخرى والمؤشرات تقول أن هناك من المحتمل جدا عودة انتفاضة قوية في الشارع بسبب ماذا؟ أن السلطة ممارساتها في هذا العام الإفاد لم تقدم أي مؤشرات تخلي الجزائرين يطمئنه أن هناك تغيير لم يحدث شيء في حين العكس أنه حدثت عودة العصار خرج عمارة بن يونس من الحبس توفيق خرج من الحبس الترطاق والأخرى السعيد بوت في القدى والبراء وبعدها دالوا لهم قضايا أخرى وش يسموه خالد نزار عاد في طائرة رئاسية الضباط كثير متهمين بالفساد بينهم جنرالات وعقداء كانوا في الحبس خرجوهم تحت الطاولة المنى الحكومة لم تتغير البرلمان ما زال هو رنفلة قريب عامين من الحركة الشعبي ما زال نفس البرلمان هو بوتفليقة الدستور اللي فوتوه دستور العار بمعنى الكلمة فوطاو عليه ثلاث ملايين من خمسة وربعين مليون جزائري وهيئة ناخبة رهي ربع وعشرين مليون معناها وحدة وعشرين مليون من الهيئة الناخبة بين اللي عشرين مليون تقريبا ما راحوش خلاص مليون وستمئة حسب الإحصائيات اللي قدموها راحوا فوطاو بلا كل هذه المهازن وتحوسع للشارع لا يستمع إلى الدعاة اللي يدعو إلى عودة الحركة الشعبي أنا من ناحيتي أنا لست داعية أو مناضل سياسي أنا محلل سياسي أنا أقول أن الحركة الشعبي إذا عاد وبدون خارطة طريق سيكون مآله مثل السابق وإن كان السابق على الأقل ما فيهش عنف هذه المرة من المحتمل أنه سيمارس العنف لأنه هناك استعدادات أمنية خطيرة جدا تقوم بها الأجهزة الأمنية لي مواجهة أي اندلاع للتظاهرات والمظاهرات في الشرع إذن إخواني الكرام أنه النظام الجزائري للأسف الشديد بدل أن يعمل على طمأنة الجزائريين بحدث تغيير كيف؟ أشخاص جدد في المشهد السياسي أحزاب قيادات حزبية جديدة إعادة رسم خارطة الحزبية في الجزائر لكن أنك تعاود لي بلارندي ولا فالان وغيره هذا لا فالان الأمين العام تعهره في الحبس والأخر كان الأمين العام لي قبل كان في الحبس وخرج جميع الأخر أيضا لارندي أمين وعام والقطب انتعه هو ويحياره كل فطرة ويحكم عليه بحكم قضايا وهو فجر فضائح متع السبائق وغيره أنت المشهد السياسي نفسه نفسه على الأحزاب الدكاكين الحزبية اللي خدم بها بوتفليقة وخدر خدم بها اللي قبله هم نفسهم اللي في المشهد السياسي أنت الآن على الوزرات الوزرات هل رأيتم مثلا وزير شخص كان معروف بمعارضة نظام بوتفليقة وكان يناظر ضد بوتفليقة هل رأيتموه الآن تولى منصب وزاري؟ آبدا ولا شيء والمناصب والإدارات هم نفسهم الولات هم نفسهم ما زالت نفس الممارسات على المستوى الولايات الجزائري الآن باش يروح يرى الله بوست يجب دراهمه يرى البارحة وأرسل لي واحد قال لي نحن نخدمه في الشريعة ولا يتبسه نخدمه في الشريعة ونخلصه في أم البوقت الناس عا تتسافر من مدن إلى مدن باش تجيب الشهريا أنت لو عدت الجزائريين باش تسترجع الأموال المنهوبة الآن الجزائريين ما قادروش يجيبوا دراهمهم ودخل لي تحوس على الشارع الجزائري لا يستمع إلى دعاة الحراك أعطيني شيء أعطيني شيء عمل النظام يوحي بأن هناك تغيير ما كانش الدستور اللي يفوتاوا عليه هذه البهدة لو يجي الرئيس يجيبوه من ألمانيا يجيبوه مباشرة يوقع لهم هذا الدستور اللي يفوتاوا عليه ثلاث ملايين على حسب الإحصائيات وتقول لي فيه تغيير الكذب على الجزائريين فيما يخص صحة الرئيس ما يعطوش في المعلومات الصحيحة يكذبوا على الجزائريين منذ البداية وثبت عليهم الكذب وأثبتناه بالدليل بل أن الرئاسة أثبتت على نفسها الكذب من حيث أرادت أنها تنشر الشفافية جايب لي وزراء سكرجية معروفين بتاريخهم القضي الرشيدتهم البتفريقة حطيتهم هم وزراء وتقول لي حدثت تغيير إذن استراد طمأنة الجزائريين هو الحل وليس تخويفهم من سوريا والعراق وليبيا واليمن وما إلى ذلك لأن الجزائريين الآن وعيين أنت كي تقولهم بأن خروج السوريين في مظهرته هو سبب الخراب تغطي على ما فعله نظام الأسد الجزائريين رأهم إيش هم جهلين يرى العالم مفتوح رأهم عندهم كل الحقائق يعرفوا وتابعوا وتابعوا تفاصيلها تفاصيل القضية ما رح يصدقك السبب هو قمع واستبداد النظام نعم أنت الآن في مرحلة معينة الجيش ضرب به المثل في العالم الجيش الجزائري أنه لم يمارس القمع جي في الفطرة هذه تحاول تشبه الجيش الجزائري بالجيش السوري أنت تسيء للمؤسسة العسكرية اللي نالت شهرة ونالت احترام في مرحلة معينة الجيش ما اقتل الشعبه هذا كاقتل الشعبه هنا الفرق أنت تقول لي بأنه في جزائر جديدة معنى جزائر ما بعد الحراك وأنت في نفس الوقت تمجد أنظمة مستبدة مثل النظام السوري اللي اقتل شعبه أي تغيير هذا بل أنك تحاول من هذه التجارب أن تخيف الجزائري بل المختصر المفيد هذه الأمور والله ستزيد في تعقيد واقع الجزائر الجزائر تمر بمرحلة تحدي كبير يا جماعة مرحلة الوباء هذه ومما بعد الوباء جاء أوبئة أخرى رايح قادر تمحل الجزائر من الخريطة إذا بقي المسؤولين تاها يفكروا بهذه الطريقة البائدة طريقة عفع عنها الزمن تيجي بالجزائرين يكونوا يتعاونوا بالكل السلطة تكون تحاول تحدث التغيير حقيقي كان بإمكان الجيش لو واصل في مسيرة التغيير وخلى انتخابات نزيها وبرلمانية نزيها وكذا 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 كثير من الأمور والله سينالوا تعرف مجد لا يمكن أن ينسى مباشرة هو بدأ يحصل في بعض الأمجال يجي شنغريحة يمحيها يمحيها كأنه لا شيء لا احترام للشعب لا احترام لتاريخ المؤسسة يجي يمارسوا ممارسات خارج القانون ما هكذا ما هكذا تمشي البلد وبعد ذلك يجي اللي يجي رح ينتقد الوضع رقخائنوا مرتزقوا عاملوا كذا ويحرشوا بعض الأبواق اللي لا قيمة لها حتى في عائلاتهم في بيوتهم عندهم شقيمة فضلا أن تكون قيمة لهم في الشارع الجزائري يا جماعة أنا أتحدث من منطق تحليلي أنا أتحدث من منطق واحد هو يتمثل في التحليل السياسي ما يحدث الآن عندما نجي نعطي معلومات ونحللها ري هذه المعطيات الموجودة ما تقدرش نجي كمحلل سياسي كل المعطيات ضد العسكر وتحوس علي أنا نقلبها مع العسكر ما هكذا والله الجزائر كانت محتاجة إلى أفعال في هذه الفطرة لتعيد ثقة الجزائريين في مؤسسة دولتهم وليس إلى تصرفات سلوكيات ذببية لا قيمة لها تروح تتحرض ناس لا قيمة لهم فقط بشي دافعوا على خيار العسكر وسياستهم القائمة الآن في شبكات التواصل الاجتماعي تجيب لي شوية حقا من روسيا تحولها كأنها انتصار تاريخي لنظيرها كل الدول جابت جابتوا حقنتوا والمسؤولين تواعهم وقدمت حقل عسكرهم وكذا وكذا من أجل حماية مؤسساتهم بالصح ما أعتبرتوا إنجاز تروح تشري لي سلعة من روسيا تعتبرها لي إنجاز إنجاز غير مسبوق لأن الحكومات الفاشلة تشوف الإنجازات الفاشلة هي كبيرة الوزارة اللي غارقة أو الحكومة اللي غارقة في شكارة حلي تحوس عليها تخرج البلد واقتصادها من هذا الواقع ألا بلكنش معناها قريب عام الحدود مغلوقة لو الحكومة كنت جدت الإعلام الجزائري لديه قيمة ولديه حرية ويجيب محللين اقتصاديين يتحدثوا عن الكوارث والخسائر اللي تعالي منها الجزائر فرنسا اللي غلقت حدودها بصيفة شوية حدث لها انكماش أسوأ مما حدث لها في الحرب العالمية الثانية هذه دولة لديها اقتصاد دولة نووية دولة من مجموعة العشرين عندها حق الفيتو في مجلس الأمن وانكمش اقتصادها كيف دولة اقتصادها مبنية على الريع لا عملتها لا قيمة لها كل الخبراء يجمعون على أن الآتي سيكون وبال اقتصادي على الجزائريين والحكومة قاعدت تتمسخر الوزراء يقوموا بحركات بهلوانية لا قيمة له ليس بهذه الطريقة تطمئن الجزائريين على مستقبلهم أو تخلي الجزائريين يثقون في مؤسساتهم ولا بإرعابهم وتخويفهم قضايا الإرهاب وقضايا الشعوب الأخرى وقضايا وتجارب وأزمات عشتها بعض الدول تستطيع أن تخيف الجزائريين ربما تخيف منهم نسبة كبيرة ولكن ذلك لن يبقى أبداً عندما يجوع الإنسان ما عاد يخاف من الموت هذه هي الإشكالية راجعوا راجعوا يا صناع القرار في الجزائر أوراقكم راجعوا أخلاقكم راجعوا سنوكياتكم وتصرفاتكم أنتم تودوا البلاد إلى الهاوية وانتم رح تدفعوا ثمنها شوفوا اعتبروا من المسؤولين الذين سبقوكم وين وصلوا وكيف حالهم الآن لو كان هذه المناصب الآن يا شنقريحة دامت لغيرك ما وصلت إليك ولن تدوم إليك وراجعوا ناس خرين يخلفوك فإن فعلت خيراً ستذكر خيراً أمام أولادك وأحفادك وإن فعلت شراً ستلعن من طرف الجزائريين وهذه اللعنات رايح يتضرروا منها أولادك ونسلك كلها عندما يشوفوا جدهم وأبوهم جد أبوهم وجدهم يذكر بذلك السوء في قشوية لأرواحكم ليس كل من ينتقد المؤسسة العسكرية راه عدو الجزائر ليس كل من ينتقد الوضع هو يتآمر على الجزائر أو أنه مأجور من دوائر خارجية الفرعونية تتجدد في أشكالها وألوانها لكن في أسليبها هي واحدة حتى وإن كانت الوسائل تتغير من عصر إلى آخر الحديث طويل وشاق ومتعب ومرهق وموجع للقلب أيضاً على ما آلت إليه الجزائر العظيمة التي بثرواتها الطائلة كانت يمكن أن تعيد بناء إفريقيا ولكن وصل بها الحال أن تنتظر حسنات من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية حسنات مادية كي تواجه هذا الوباء القائم والسبب هو فساد وإستبداد عصبات تتوارث الحكم وتستولي عليه فقط من أجل تحقيق مآرب لا تقدم ولا تؤخر شيئاً ولا تدوم أيضاً لا في الدنيا وفي الآخرة تتحول إلى وباء على أصحاب لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله